السلام عليكم كيف حالكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بتمام صحة وعافية وانتم تشاهدوا هذا الفيديو على قناتي وقناتكم يومياتنا السيمة اليوم بإذن الله سنشارك معكم واحدة العراضة التي تعملتها من قبل واليوم عاد كتاب باش قديم بارتاجها معكم فانتمنى انه هتنال إعجاب ديالكم وهذا الفيديو هذا يلقاكم ان شاء الله في أحسن الأحوال كيفما كنت لحده معي وكذلك كيفاش نظمت الوقت ديالي كيفما كنت لحده معي سوف ماروكان يعني الحريرة وكذلك بيتزات صغورين وليسيقاء بالفخوماج وكذلك سالاد رويال ونجهز كذلك واحد بستيلة وكذلك التحلية اللي غاد نعملها معكم يعني كل شيء نخليه لكم كان بعد الوصفات اللي شاركتهم معكم قبل في القناة غاد نخليهم لكم إن شاء الله في صندوق الوصف الرابط فاخليكم معي لأخير الفيديو ان شاء الله بشوفوا طريقة التحضير من الأول الأخير وانتمنى لكم فرجة ممتعة فلا عجبكم لفيديو دياليوم ما تنسوا ليش بتعليقتي لكم زوينة وكذلك باللايكات ديالكم ففرجة ممتعة فبسم الله على بركتي الله بالنسبة اللي هنا غاد نطيبه اول شيء دجاج اللي غاد نعمله اللي غاد نعمله البستيلة هنا يخطيطوا على حسب 1 جاجة ونصف اللي قسمتها وكذلك قلعت لها جلدة ديالها كنضيف لها شوية ديال الكوركم شوية ديال بابريكا شوية ديال سكينجبير كذلك هنا يا شوية ديال البزار هنضيف لها على حسب 1 نصف كاس ديال زيت زيتون مع زيت نباتية وغاد نضيف هنا كذلك واحد ساشي ديال زعفران شعرا وكذلك هنا يا غاد نضيف شوية ديال القصبر والمعدنوس اللي كنستعمله دائما كيف ما لحتوه معايا غاد نخليكم تهوى في صندوق الوصف الرابط دياله كيبقى كيف ما لحتوى محافظة اللون دياله وهنا يا غاد نشرم المزيان هالجاج ديالي كيف ما كتلاحظو معايا باش يتخليه توابل كلهم زيان فهنا خليته ليلة كاملة يعني في هاد الشرمولة هادي من بعد عد غاد نطيبه ان شاء الله في صباح كيف ما كتلاحظو معايا هنا يا ججرة كان عندي مغسول ديجا يعني بالحاماض وسكين جبير يعني كيف ما كيف ما متعودين دائما هنا كندفع عليها البصلة اللي مقطع القطع اللي هكدار قيقة وغاد نديروه يطيب على خطره كذلك وحدش عويزات زيال القرفة وهنا يمن بعد ما طاب مزيان كيف ما كتلاحظو معايا هنا كدلك نصب الحريرة وهنا عندي الخضره اللي غاد نعملها اللاسالات وهنا يا غاد ندوز باش غاد نحضر تحليه ديالي هنا هي اخذت الكريمة ديال الخفق اللي غاد نعملها كتبقة اولى في الكاسات ديالنا غاد ندفع لها هنا يا الفراز اللي قطعنا هكدار مربعات صغر ممكن لكم تضيفوا اي فواكه يعني كتفضلوها فراز او المانجا او يعني اي حاجة او الخوخ هكدار تقطعوه رقيق يعني اي حاجة بتضيفها من الفواكه فحتى هذه الوصفة هذي غاد نخليكم ان شاء الله في صندق الوصف الرابط ديالها ها التحليه هذي وهنا كيف ما كتلاحظو معايا بعد غاد نضيف القليل من البيسكويت اللي تحنناه مزيان مع شوية ديال زبدة يمكن لكم تضيفو له حتى المكسارات كاعدة واحد ماداق رائع يعني حتى المكسارات يمكن لكم تهرمشوها وتعملوها هكدا مع البيسكويت تخلطوها وتضيفوها كذلك في التحليه ديالكم فالطريقة رهجتها للبنات هنا يا غيخسكم كيفاش تحولو ان كنت نضمو الوقت ديالكم بشجهزوا يعني وصفات اللي هي زوينة لعراضة هكدا سافي هنا يا من بعد ما ضفت البيسكويت غاد نضيف هنا يا واحد طبقة من الكريمة ديال الخفق سافي ومن بعد غاد ندخلها لتلاجان خلي واحد تكت برد مزيان وندوز باش نكمل معاكم باقي الوصفات الاخرى أما بالنسبة لحريراتigue هنا معا زي State umo هذه سافي و operating انه تضيف معا زي احرق ذي ملي مبنى لدي طريقة عذا الشيء نضيف بصفات المbrصل قد تفعل هذه التغييفة سوف نقوم باقي الوصفات الاخرى اما بالنسبة الى هنا كيفما تلاحظوا معين بعد ما طاب الدجاج دينا اللي غنعمله في البصطلة حيتو على جنب خليتو حتى كيف يبرد عط غن ندوز باش نفرتو هنا كناخدو على حساب ربع ديال البيضات اللي غن ندربوهم شو بليد دينا عاط كنضيفوهم على هذيك الدغمير ديال الدجاج دينا اللي طاب فيها دائم من هكده مع التحريك حتى كتعقاد عندنا هذي لاصوس هذي او الدغميره هذي ديال البصطلة وهنا ينبعد غن ندفلها شوية ديال القرفة كيف ما كتلاحظوا معي وغادي نستمر هكده في التحريك دياله حتى كتعقاد عندنا لاصوس ديالنا والان غادي نفرتد جاج جيالي نحيد لي قاعدة كل عدام ونخليه على جانب باش غادي نحضره به البصطلة دياله ان شاء الله اما بنسبة الهنا كيف ما غادي تلاحظوا معايا غادي ندوز باش غادي نقلي اللوز ديالنا انا ايهنا عندي اللوز اللي سلقته وقشرته خليته حتى كينشف مزيان من داك الماء غادي غادي نقليه خليه حتى كيتحمر باش غادي ندوزه انهرو مشوه مزيان باش غادي نعمله في البصطلة ديالنا حكي ذلك وهنا نخليه حتى كينشف تماما من هادك الزيت حتى نوضعه في الميكسر غادي نضيف له شوية ديال السكر ونطحنه ما غاديش نطحنه مزيان حتى يتعلقنا غادي نخليه هكذا كيف ما تلاحظوا معايا شوية باين هكذا مهرمش وحتى ندوزه غادي نبيت بنوضعه في البصطلة ديالنا فاخلكم معايا فبالنسبة للمكونات كيف ما قد تلاحظوا معايا عند جاج هنا بعد ما فردته كدالك عندي هنا يا الدغميره ديال البصطلة ديالنا من بعد ما عقدس كدالك هنا يا اللوز اللي اتحنه وعندي هنا يا الزبدة باش غادي ندود الورقة ديال البصطلة هاي الورقة اللي استعملت فانه هنا غادي نعمل البصطلة ديالي على شكل يعني ديال مستطيل كيف ما غادي كيف تلاحظه معي على حسب الصيني اللي عندي هنا يوضعت اول شيء الدجاج كنحاول انني نعملو هكذا في الصيني ديالي وهنا ينبعد غادي نضيف فقه الدغميرة كيف ما كتلاحظه معي فبنسبة للدغميرة رعملت فيها حتى شوية ديال لاسل غيف لا تصورش هذيك المرحلة هذيك باش تفتشوية ديال لاسل وهنا كيف ما كتلاحظه معي كان نحاول انني نسرح مزيان هاد الدغميرة هكذا فوق الدجاج ففعلا هالطريقة يعني راها سهلة تحضر ديال بسطيلة وكذلك كيف ما كتلاحظه معي كنحاول انني نقاد يعني كل شيء جوانب ومن بعد عاد غادي نضيف اللوز اللي اضحنا هكذا يا مع السكر غلاسي وشوية ديال القرفة هنحاول نسرحو هكذا حتى هو مزيان وصفين بعد غادي مقند هن الورقة ديالي بالزبدة وانا كنجمع البسطيلة ديالي كيف ما غادي تلاحظه معي ان شاء الله في الفيديو فانا كيف ما كتلاحظه كنحاول انني نجمع مزيان بسطيلة ديالي كندل الورقة ديالي مزيان بزبدة وانا كنحاول نقاد هكذا يا الجوانب ديالي بسطيلة ديالنا كيف ما لحتوا معي انا عملتها لها تشكيل هذا على حسب السنين اللي عندي ومبعد غادي ندخلها الفران نخلي واحدة كي تحمر مزيان الورقة ديالنا وعاد غادي نخرجها وفاخليكم معي بشوفوا ان شاء الله الشكل ديالها النهائي وهنا كذلك جهز مني بيتزات هكذا صغار اعملتهم لها تشكيل هكذا ديال المربعة صغار غادي نعمليهم فقط شوية ديال الطون ومفخوماج وشوية ديال الزيتون يعني هكذا باش عمرتهم كيف ما كتلاحظه معي هنا اياه بالنسبة له هنا اياه عملت هاد البرواسة دولي عملتهم بالعقدة ديال اللوز ولمشماش فعلا جوي يعني مدق ديالهم خطير غادي ان شاء الله نشاركو معاكم قريبا على القناة ديالي كي يجي واحد المدق فيهم الديد بزاف هما باش غدين زيين بسطيلة ديالنا ان شاء الله اما الان غدين دوز باش غدين موجد سلاطه ديالنا صلاة اللي عملتها صلاة درويال فعلا جيت رائعة فشكيل ديالها وكذلك في المدق ديالها كين الديد بزاف حتى البسطيلة جيت لديد الحريره فالحمده لله كل شي جي جي لديد فالطريقة رها بالتفصيل على القناة ديالي ان شاء الله غدا نخليلكم الرابط ديال هاد الى صلاة ديالي اللي حدرتها معاكم في صندوق الوصف ان شاء الله ففي هذا الفيديو هادا حاولت انا اني شارك معاكم شو نوجد في هذا العرادة هادى باش الواحد هكذا ياخد واحد الفكرة شنو يمكن لي انه يوجد الى كانت عنده شي عرادة وكذلك كيفاش تنضمي الوقت ديالك باش يبقى لك حتى انت اياه الوقت ليك باش يجهز نفسك يعني التقبل ضيوف ديالك فانا كل شي وجدته كيفما غادي تلاحظوا معايا هنا في الفيديو يعني مين جوا عندي الدياف كان كل شي موجود الحمد لله فبالنسبة لي انا هكذا دائما كنعمل مين كتكون عندي شي عرادة كنحاول نجهز كل شي قبل باش مين يجوا الدياف نحاول ان ننجلس معهم نعتهم الوقت ديالهم ماشي الدياف يعني كيكونوا قلسين بحدهم وتيعت قلسة في الكوزينة يعني كتصدت وجدي ولا فمالاحسن يعني الواحد ينظم الوقت دياله مين كتكون عنده شي عرادة فالان غادي نقول لكم كيفاش نظمت الوقت ديالي بالنسبة للبسطيلة عملت شرملت الدجاج ديالها في الليل كده ليل تلت حلية عملتها في الليل عملت حتى واحد لا تارت غادي نخليها ان شاء الله من بعد نشاركها معاكم حتى هي عملتها في الليل كان بقي ليغي شوية ديال في نسو كملتوا في صباح بالنسبة لي هنا يلا سالاد كينت صباح ديت ولداتي للرود وهذا رجعت بديت كنجهز في لسالاد يعني في الخضراء سلقتها بدي سكن جوجد الحريرة سافي بدي سكن كدالي كنا نكمل الطياب ديال بسطيلة ديالنا سافي من بعد ما وجد كل شي يعني دي الخضراء ديال لسالة ديالي خليغي الفينيسيو ديال السلاطة خليزو حتى ما بقاش بزاف ديال الوقت يعني باش يقربوا يجي وعاد بدي سكن فيني ندير الفينيسيو اللسالة ديالي باش كيبقى كل شي يعني هكذا كطري هكو عارفين الخضراء ديال او السلاطة او اي خضراء عملنا لها ديك الشرمولة ديالها ديال السلاطة كتبدي يعني بحلي كتبدي يعني بحلي كتبدي بحلي كتبدي بحلي كتبدي فمن الاحسن يعني حتى قرب شوية الوقت اللي انهم قربوا يجيو عاد كنوجدو الفينيسيو ديال السالات ديالنا وكذلك البستلاح تقربوا يجيو عد عملتها كالطيب لانو هنا يروك عارفين يعني عملنا واحد الوقت فاذا كل الوقت هو اللي غدي يجيو فيه فيعني يكون كل شي يعني مورغانيزي من قبل فانتمنى انني هكذا يفتكم كيفاش كننظم الوقت ديالي لكنت عندي هكذا شي عراضة فبزاف ذي الاخوات اللي كيكون عندهم يعني عراضات وهما عاد مبتديئات يعني يلا كتلقيها السكنات بوحدة او زوجات يعني حد كيفاش جديد وهذا فانتمنى انني نكون فتكم واما الان وصلنا لسيجار ديالنا اللي عمناهم بالفخوماج غدي نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالهم في صندوق الوصف فعلا جاول داد في الماداق ديالهم يعجبوهم بزاف كان عملهم بالفخوماج من السمين بالزعتر جاوا رائعين في الماداق ديالهم وهنا كيف ما كتلاحظو معايا غدي مبعد ما خرجت البستلا ديالي زينتهاب هات الشكل هذا هانيا بالبريوات اللي عملتهم بالعقدة ديال اللوز وكذلك المشماش جاول داد بزاف الماداق ديالهم فهذا وشكي ديال البستلا ديالنا والان غدي نوريكم كيفاش جهز الطاولة ديالي هانا كيف ما كتلاحظو معايا هدا وشكي ديال الطاولة ديالنا من بعد ما جهزناها فهانتمنا ان شاء الله انهاه ان الى الاعجاب ديالكم الى اعجابكم هذا الفيديو هاده ما تنسونيش بغطاج مع الاستيقاء والاحباب ديالكم هكذا باش تعمل فائدة وانتمنا انشاء الله هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال لعجبكم كذلك ما تنسونيش بالتعليق ديالكم زوينة وكذلك اللايكات ديالكم فاذا ما تنسوش انهك و Url moi كيف شاكام الطاولة ديالنا ديال يوم في تعليق وكذلك غدي خلي لكم إن شاء الله كل شيء الوصفات في صندوق الوصف فانتمنى لفيديو دي اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال خليت لكم راحة فيديو آخر إن شاء الله ودمتم في رعاية الله وحفظه مع السلامة اشتركوا في القناة